هنا عايز ابدأ اتكلم معك عن الخامات في برنامج رفت وقبل ما ابدأ اتكلم عن الخامات معلومة كده بس على السريع ده مش برنامج رندر اصلا ولا مصمم ان هو يديلك واقعية او في الرندر هو برنامج ضمن منظومة PAM والخامات هنا الغراد الاساس بتاعها مش ان هي تطلع واو وحلوة اوي وواقعية زي لوميان او رينسكيب او توين موشن لا الغراد الاساس ان هي اب تديلك واقعية نوعا ما كافية للحالة اللي انت فيها ويبتديك الخواص بتاعت الخامات وكميتها وحصها وده اللي مش موجود في برامج تانية كتير بمعنى ان الخامات هنا مش عندك عشان تطلع لك واقعية اوي ما تقرنش برنامج ده بالماكسو سكيتشوب في الحتة دي خالص هو اقوى منهم في حتة انه هو بيديك الخواص اللي هي الاناليتيكال بروبتز مثلا لو دست على اي حيطة زي الحيطة دي دست على ايدتاي بتلاقي فيه هنا حاجة اسمها اناليتيكال بروبتز اللي هي من الخواص الفيزيائية والحرارية بتاعت الخامات المستخدمة في الحائط ده يبقى انا عندي اي حيطة زي الحيطة دي مثلا لو دست على ايدت ومسكت اي خامة فيهم زي البلاستيك هتلاقي ان البلاستيك ليه خواص فيزيكال اللي هي الميكانيكال الجزء الميكانيكال وسترينث وعندك الثرمال والخشب والحليد وهكذا فدي النقاط اللي عايزك تفهمها قبل ما ابدأ اتكلم معك عن الخامات في برنامج جوربت اول حاجة الخامات بتكون نزلة مع النسخة مش حاجة انت بتنزلها الخامة بيكون ليها كذا الشق الشق الابريانس الشق الفيزيكال والشق الثرمال تاني حاجة عندك لما انت تيجي تبدأ تعمل خامة الابشن من مانج ماتيريال طبعا الماتيريال دي ممكن تعملها شورتكات هتروح للفيو هتروح لليوزر انترفيس كيبورد شورتكات واتلاقي عندك الماتيريال اعمل سرش عليها هتلاقي نعمل لها شورتكات شفت و ام فلو دست عشفت و ام هيتفتح عندي الويندو دي ودي بتشوف المكتبة اللي نزلة من اوتو ديسك دي كلها خامات من اوتو ديسك او بتجيب مكتبة خاصة بيك ده اللي هنعمله في الحلقات اللي جاية بنعمل مكتبة خاصة بينا بالخامات بتاعتها الجزء اللي فوق هي الخامات المستخدمة في البرناميك يبقى انت عندك Project Material المكتبة بتاعتك او المكتبة اللي في كل الخامات اللي في البرناميك مش شرط مثلا ديسك المشروع لا ده جوه المكتبة عشان اوديلي المشروع بادوس كده يبقى هو كده اصبح موجود جوه البروشيك الماتيريال طيب الحاجة التانى اللي عايزة اقولها لك هي العلامات اللي هي بتديك ان في مشكلة هي مش مشكلة هي بس انك مستخدم لخامة قديمة لو دست على خاشب مثلا بالشكل ده هتلاقي في اتنين شيري صح اهو في واحد قديم اللي عليه علامة دي وده واحد جديد اللي معاليهوش علامة وكل نسخة هتلاقيهم بطوافي الماتيريال وهي موجهة اكتر حاجة دلوقتي للإن كلاود يعني لو بصيت عندك هنا هتلاقي ان المسج اللي هي العلامة التعجب الصفة دي بتقولك ان دي قاسة قديمة يعني الابريانس بتاعتها الصفات الاظهر اديمة وده جديدة او المفياش علامة هتلاقي فيها خواص اكتر حتى بص على البرامتر هتلاقيهم اكتر من الموجودة في الاسد الاديمة فالاسد الاديمة شغالة والجديدة شغالة دي هتلاقيها اللهم اربع وشكلها ضايع خلص فده كبداية بس ديك انك تبقى فاهم على الالخامات هنا بتكون موجهة ايه مش بس الصفات الظاهرية بتاعتها او الجرافكال او الابريانس اسد لا هتلاقي عندك فيه اللي هي الفيزيكال والثيرمال اسد تمام هتلاقي عندك فيها كل الخواص وده اللي بتأثر عندك او بتظهر عندك فيه خواص المادة المستخدمة مثلا في الحائط في الارضية وهكذا وعندك ما تنساش تاني اهمية ان الداتا هنا بتاعت الخامات مش بس بنشوفها بتطلع في الجدول بتاع الكميات والحص اللي هو الماتريال تيك اوف والطبيعي الخامات بتكون نزلة معاك مع النسخة اللي انت بنزلها من برنامي جرافت ده لغاية الجزء ده وتراول بس حلقة مقدمة الحلقات التالية هتكون بنعمل بقى مكتبة وخامات كاستم الى اخر اشتركوا في القناة